ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أبو بصير يقول ثم قال لي الإمام الباقر وجه الكلام إلى أبي بصير ثم قال لي إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار القصع جمع لقصعة والقصعة آنية كبيرة والفخار معروف هو الطين المطبوخ الذي يطبخ بالنار ثم قال لي إن ذهاب ملك بني فلان بني العباس كقصع الفخار كقصع الفخار يعني مثلما تكون قصع الفخار مجتمعة في مكان فجاء أحد وحركها زلزلها فسقطت القصعة الأولى على الثانية والثانية على الثالثة وهكذا تكسرت جميع القصع مثلما يقول الشاميون فخار يكسر بعض كقصع الفخار وكرجل هذه صورة ثانية هذه صورة ثانية وكرجل كانت في يده فخارة كانت في يده مزهرية مصنوعة من الفخار كان في يده كأس مصنوع من الفخار وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع يعني أن ذهاب ملكهم سيكون بنحو مفاجئ لهم قد يكونون نائمين في قصورهم وإذا قد ذهب منهم كل شيء وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع فذهابوا ملكهم هكذا أغفلوا ما كانوا عن ذهابه يكونون في حالة غفلة لا يتوقعون أن الملك سيذهب منهم يثقون بقوتهم يثقون بسلاحهم يثقون بحماياتهم ولكن الأمر لن يكون كذلك بالضبط مثل ما يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أعيد قراءة هذه الكلمات هذه صور مهمة أبو بصير يقول ثم قال لي الإمام الباقر يقول لأبي بصير إن ذهاب ملك بني فلان كقصع الفخار وكرجل كانت في يده فخارة وهو يمشي إذ سقطت من يده وهو ساهن عنها فانكسرت فقال حين سقطت ها شبه الفزع فذهابوا ملكهم هكذا أغفلوا ما كانوا عن ذهابه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر